لكم مرة تانية مشاهدينا ولسه ما زالت من ورنا دكتور هودة زكريا أستاذ علم الاجتماع وبنتكلم على رمضان وبنتكلم على بلدنا وحضرتنا وتاريخنا وتراثنا وازاي الكل كان بيدوب داخل بلدنا هنا كان بتحتوي الكل كانت فرضة شخصيتها على الجميع وما زالت هي مصر ما يقوله في الأبراج شخصيتها مائية والماء أقوى من النار ومن أي حاجة لأنه هو اللي بيض يعني الماء يض في النار ولذلك كل الغزوات الأربعين أمها مش أعضاء في الأمم تحدى مش كده يعني اللي جمع يعني فين التطور طب فين كل من تباه بقوته العسكرية لما مقبرة الغزاء سقط عند أقدام شخصية مروضة تستهين بشدة بأعداءها وعارفة كويس إن النصر حالفها جاء بسرعة جاء ببطء هي لا تسمح وده اللي نتمنى دلوقتي إن إحنا نستعيد هذه الهوية لأنه البعض التصور هو إحنا يا دكتور فقدنا الهوية؟ في محاولات يعني نشطة لاستبعاد روح الهوية الوطنية عند المصريين مرة اتلعبت بدعاوة قاتمة سوداء قالت الوطن قطعة من طراب عفن وجات علينا ناس وهكذا فإنت في اللحظة الرهنة أتمنى أن تبقى دايما في برامجنا استدعاء لماضي عظيم واستدعاء للهوية الوطنية لكي تشعر الأجيال في المستقبل بالسعادة لأنه مهما حصل الناس على مال أو نفوذ والشعور بأن الجزور محدش بيشتري الحضارة يعني كان الشاعر بيقول النخل في يوم تطالي وقال لشجر الكفور لو عايز تبقى عالي مد في أرض الجزور يعني هنا فالأصل يعني إذا كنا بنستمتع به وحتى اللجوم يعني لما تعملت عمليات المسح للجينات المصرية حتى الذين أتوا من الخارج وانضموا إلينا في جيناتهم المصرية غلبت يعني أما يقول لك 87% في الجينات بتاعة أي شخص مصري مسلم مسيحي هي نفس الجينات يبقى ده نتيجة إيه؟ محنا في نهاية مصريين هي فكرة أن الجينات القوية اللي امتدت منها الفراعينة إلى الوقت الحالي هي دي اللي لازم نقول أول كلمة تتقال للطفل زي ما قالها سيد درويش من النيل مبوه مبوه بالفرعونية يعني المية حبوه يعني ابدأ مع الأطفال بأن يحبوا ماضيهم ووطنهم وبعدين يديهم كل المعلومات اللي هم يتمنوا لكن ده في دول يا دكتورة بتحاول تصنع لنفسها تاريخ وعجزة وهمة وهمي وعجزة ووهمي وانت عندك تاريخ عظيم ممتد الألاف السنين تاريخ عظيم